اشتركوا في القناة وان شاء الله بإذن الله قادرين نحسم المواجهة الأولى في القاهرة يوم الجمعة اللي جاية بذكريات 89 هدف حسام حسن العالمي تعالوا نفتكر كده هدف حسام حسن في مرمى الجزائر الهدف اللي فرح مصر كلها والكورة او المباراة دي اكبر بكتير جدا من ماتش كورة يعني عشان الناس اللي بتقول حالة الشحن دي خدوا بال لعيبة مصر والابطالها ورجالتها وانجمعة بقولكم المصريين كلهم ما لهمش سيرة غيركم المصريين كلهم ما بيتكلموش في حاجة غير عنكم وثقاتنا كبيرة جدا انكم قادرين تفرحوا المصريين فرحة المصريين هتكون كبيرة جدا 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 بإذن الله يوم الجمعة لو نجحتوا ان شاء الله بإذن الله في انكم تعملوا اللي عليكم بالمناسبة انا اتمنى واكيد طبعا الجهاز الفني افضل واقدر مني وهو بيتكلم مع لعيبته انا مش مطلوب منكم الحقيقة انكم تخشوا المباراة دي بحسابات وهنجيب كم جول ومش هنستقبل اهداف مطلوب منكم انكم تركزوا ومطلوب منكم انكم تبزلوا اقصى مفرس حكم وبعدها ايه بالتلاتين سنة تلاتين سنة تقريبا اه يعني قول تمانية وعشرين سنة صلاح طبعا في مواجهة الكونغو في برج العرب بركلة الجزاء الشهيرة اللي فرحت مصر بعد ما كانت الدموع مالية لمدرجات واذا كان بكرة في الاستاذ هيكون وراكم اربعة وخمسين ولا خمسة وخمسين الف فخلينا نقول ان في ميت مليون عينيها ودعواتها كلها ليكم بعد بكرة ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لرجالات منتخبنا ان شاء الله وهنتكلم طبعا على كل المستجدات المتعلقة وانتبع تمرينة النهاردة بالمناسبة اخر تمرينة على استاذ الدفاع الجوي وبكرة يكون التمرين الرئيسي على استاذ القاهرة ترجمة نانسي قنقر